بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بكم إخوتي العزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة كما عودتكم بتقديم كل ما هو مميز وجميل وجديد ومفيد في علوم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فإنني في هذا الفيديو بإذن الله عز وجل سأحدثكم عن نوع من أحجار المجوهرات النادرة ويسمى حجر الجراندي ديرايت يعد حجر الجراندي ديرايت من الأحجار النادرة وتم اكتشافه أول مرة في جنوب جزيرة مدغشقر وذلك في العام 1902 ويأخذ حجر الجراندي ديرايت عادة لون أخضر مزرق وتزداد زرقة الحجر بزيادة نسبة معدن الحديد في بنية الحجر يتركب حجر الجراندي ديرايت من سيليكات الحديد والمجنيزيوم والألمنيوم مع معدن البورون ويمتاز الحجر بأنه يمكن أن يعطي لمعة بثلاثة ألوان وذلك بحسب زاوية النظر للحجر فتتفاوت الألوان حسب زاوية النظر من الأزرق الداكن المخضر إلى اللون الشفاف عديم اللون أو اللون الأصفر الفاتح إلى اللون الأخضر الداكن بالنسبة لألوان أحجار الجراندي ديرايت يمكن أن يكون باللون الأزرق أو الأزرق المخضر واللون الأخضر الداكن المائل للزرقة بعد اكتشاف الحجر في جزيرة مادة غشقر وجدت عينات من أحجار الجراندي ديرايت أيضا في ملاوي وناميبيا وسريلانكا حجر الجراندي ديرايت غالبا هو نفوذ للضوء ليس شفاف وهو الأكثر شيوعا يوجد منه أحجار شفافة والأحجار الشفافة نادرة جدا تتراوح الأسعار للجراندي ديرايت من أقل من 10 دولارات للقراط وذلك للأحجار المعتمة أو الأحجار قليلة نفوذية للضوء وترتفع الأسعار لتصل إلى 20 ألف دولار للقراط وذلك للأحجار ذات اللون الأسرق المخضر عالية النقاء في اللون عالية الشفافية والنقاء وخالية من التصدعات والشوائب في البنية والتي يزيد وزنها عن أربع قراط إذ أنها تعد نادرة جدا جدا يمكننا تمييز أحجار الجراندي ديرايت من خلال معرفة كثافتها إذ أنها تتمتع بكثافة تتراوح من 2.97 ولغاية 3.03 كما يمكننا تمييزها من خلال معرفة درجة قساوتها إذ أنها تتمتع بدرجة قساوة تبلغ 7.5 درجات على مقياس موس في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى لكم الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل بأمان الله وحفظه استودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة